بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أبضل الصلاة والسلام السلام عليكم إخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم التعليمية عالم الأميرات معكم المعلم زهير نتمنى من الله تكونوا بألف خير نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بكامير الصحة تكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله نشكركم على تعليقاتكم وعلى دعوتكم وكلامكم الطيب ربي جزيكم كل خير وربي وفقكم جميع أعمالكم نتمنى بالأعضاء الجدد التي تحققوا بنا في القناة نتمنى لهم التوفيق والنجاح فضلا وليس أمرا لكي شاهد معنا الفيديو نرجو دعم الفيديو بالمشاهدة وبلايك وبالبرتاج باش يوصل العدد أكبر من الناس كما كتشاهدوا في الصورة أمامكم موضوعنا كما تكون موضيج اللابت الرنضة كنحتاجوا الخدمة دينا لحرير دي القصبة كما تشوفوا اللون ديال التوب ممكن تخدموها بلون موحد أو بلونين أو ثلاثة تمور اختيار ديالكم بالنسبة لي دخلت هذه الجوجة للألوان البلونقاسي والكاشيري غامق معها كنبرمو الحرير كله على الجوج ديال الشعرات برايم خفيف كما كتشاهدوا بالنسبة للإبراء كنحتاجوا للإبراء النمرة سبعة هذه الهبطة ديال بياسة ديالنا من بعد ما كنخليه السطحة ديال العنق إلا كل القميس كتخليه 14 سنتيم بالنسبة لي أنا بديت هنا يا بناء الغراز بنيت أربعة ديالغراز أنا مبدأ بسم الله لبركاتي الله هذه نخدمو الغرزة الأولى كما تشاهدو وهذه نخدمو كذلك الغرزة الثانية والغرزة الثالثة والغرزة الرابعة هنا نطلعو كنخدمو جميع الغرز هنا يا ما غد نديرش الدقة ديال التوب هذي نرجع في هاد الغرز والخيت الدائري الفوق كما كتشوفو هذي نرجع في هاد العوينة الأولى هندير أول غرزة وهذي نخدم كذلك الغرزة الثانية هذي نخدم الغرزة الثالثة وكذلك الغرزة الرابعة اللي بقيت لي هنا في الأخير نستشيء هنا ما نديرش الدقة ديال التوب هذي نرجع كذلك في هاد الغرزة بربعة بهم كنخدمهم سنصل لعدد المطلوب يعني الخدمة ديالي يعني الخدمة ديال الفراكة هذي نخدمها ان شاء الله في هذا الفيديو على العرض ديال الخدمة ديال الربعة ديال الغرز بالنسبة للأخوات اللي بغيوها يخدموها يعني بالعرض كتر من هذا يبنيو العدد الغرز المطلوب ويخدموه نفس الطريقة ونفس تقنية ديال الخدمة ديال الغرزة اللي غادي نجمعوه في الآخر ويعطينا الشكل ديال الفراكة يعني في الخدمة ديالنا وكما ترونه بعد ما وصلت هنا لعدد ديال الغرز كما تشاهدو هنا عندي لتحت خمسات الغرز يعني ما جايش متساوية ولهذا ما نربطهاش من هنا من الفوق كما كنتو كديروه سابقا خسن نكمل لعدد يجي متساوي من الجانبين ولهذا نرجع نهبط يعني باش نكمل الغرزة السادسة يعني في الجهة التحت كما كتشوفو العرض ربعات الغرز والطول ديالات الشاري تستا ديال الغرز باش يجينا بومبي فوق الخدمة شتو هنا كمتسا ديال الغرز هذا ناخد العوينة يعني اللي نبعد هاته السادسة الغرز مباشرة كما كتشوفو العوينة كذلك في الجهة الفوق يعني اللي نبعد هاته ديال الغرز ندخل الإبرة هنا وهذا نخرجها في العوينة المقابلة وهنا ندخل الإبرة من الجهة التحت يعني ما تدخلوهاش من هنا من الجهة الفوق ندخلوها هنا في الجهة التحت ولكن تبينوا هاته العوينة بالإبرة يعني تهزوها بالإبرة باش جيكم سهلة أنكم يعني تخلو فيها الإبرة بكل سهولة من الجهة التحت وغادي نربطوه يعني الخدمة ديالنا كما كتشوفو يعني الحبة الأولى ديال الرندة الفراقة كتجي يعني بهات الشكل كنربطوها كما كتشوفو بطقة ديالتو بجي متساوية مع اللي سبقوه ونفس العبار ونفس المسافة كناخد الغرزة الأولى من ذاك العوينة نفسها اللي ربطت بيها وكذلك كناخد الغرزة الثانية والغرزة الثالثة يعني من الواسط ديال الخدمة هذه الغرزة الرابعة والآخيرة كما كتشوفو هاته جيني متبعدة في الدقة ديالتوب يعني اللي سابقة هاته نجبدها يعني الجهات اليامين حتى كنت توصل للمكان ديالتوب كندير دقة ديالتوب في نفس المكان يعني متساوي مع اللي سبقوه سافيدة بادي مقا نطلع ونهبط يعني سطر باش نفرق بين وبين الحبة الموالية وفي نص الوقت كانت بتوء يعني هذه الحبة الأولى يعني من الجوانب ديالها مع الدوب هنا يجب ان نخذ الغرزة الأخيرة فوق يعني ذاك اللي عوينة في الخيط اللي قدرت بيت دقة ديالتوب يعني ندير ذا بالدقة ديالتوب عادي ونهبط نخدم الغرز ديالي كاملة يعني بربعة ونحن ندير ذا بالدقة ديالتوب لحبة ديالنا وقفات يعني في المكان ديالها ما تجيش مائلة او عوجة تبقى نفس الشيء غادي مطلع يعني في هذه ربعة ديالتوب الغرز وهذه الخدم كذلك يعني ديال الحبة الثانية في استاد الغرز من الجوانب بجوج كما نوريتكم في البداية هنا ما ندير ذا بالدقة ديالتوب يعني نرجع في الخدمة ديالي يعني في ذاك ربعة ديالتوب في الغرز كذلك الجوانب تحت ما ندير ذا بالدقة ديالتوب هذا بدك نخدم ذاك الشارط ديال الرانضة يعني في الخوة حتى نكمل العدد المطلوب اللي خدمت في الحبة الاولى شتوء ذاك الغرزة اللي رجعنا بها الفوق هي اللي كتبقى خاصة الجوانب تحت لاننا كنبدأ الفوق هو الأول وليهذا كنساوي والخدمة في الآخر كما تشوفون بعد ما خدمت يعني هاد الحبات ربحا للوقت دابا غادي انمروا يعني كما تشوفوا اللون المغاير هنا يا رجعت معاكم قبل ما نربطها يعني من الجهة تحت كما تشوفوا ربطت الحبة يعني من الجهة ثبت بالغرز وهنا غادي ندير دابا الدقة ديالتو غادي ندفند هنا يا الخيط ديالي بعد ما تثبته بالدقة ديالتو بتكون رقيقة غادي ناخد اللون المغاير اللي غا نكمل به الخدمة بالنسبة لعادة الحبات ممكن تخدموا أي عادة متوما اختاريتوه أنا خدمت ربعة الحبات يعني باش نبيل لكم يعني كيفاش كنتخلوه باللون المغاير دابا فاش قدرت التقاء ديالتو بسريفة بهذا اللون يعني اللي دخلت به كنتخلع فهذا ربعة ديال الغراز عادي كما كتشوفوا ندير الدقة ديالتو بسريفة ندير الدقة ديالتو بسريفة يعني هذا هو السطر اللي كنفرقوا به الحبات يعني مع اللي من بعدها كذلك بعد ما خدمت هنا ربعة ديال الغراز وانا نازل غادي ندير الدقة ديالتو بسريفة بعد البداية اللون المغاير ستجيبين للحبات ديالنا دابا ندير الدقة ديالتو بسريفة عادي نفس العبار ونفس الماسافة ونجبد داك الخيط اللي دفنت يعني ديال اللون اللي خدمت به في البداية نكمل دابا الخدمة ديالي عادي سنطلع بهذا ربعة ديال الغراز وما ندير الدقة ديالتو بسريفة هنا الفوق يعني نبدأ نرجع بهذا الغرزة كما تشوفوا في الخدمة يعني هذه الغرزة نبدأ دائما من الجهة الفوق نرجعه في غرزة يعني التحت لدينا الدقة ديالتو دابا هنا كما تشوفوا درت الغرزة يعني الأولى اللي نرجع فيها في الجهة التحت ديالما الجهة الفوق تكون سابقة الجهة التحت بالنسبة للعدد الغرز ولهذا كنساويهم في الأخير يعني ديال الحبة هاتش عليش كنقول لكم ما تربطوش الحبة والجهة الفوق كتكون فيها عدد ديال الغرز أكبر من الجهة التحت ولهذا تجي الجهة التحتانية ناقصة وغادي تجي يعني مائلة في الخدمة يعني بالنسبة لهذا العمل سوف نخدم العدد يعني ديالي ديال الشارط ديال الرنطة ديال الحبة الأولى باللون المغاير ونبقوا دائما بنفس العدد 6 ديال الغرز من كل جانب ديال هات الشارط ديال الرنطة اللي كنخدموه ديال الأولى كما تشاهدوا احنا خدمت ستاة ديال الغرز سوف نحبطها لكي نكمل الغرزة السادسة بالنسبة للجهة التحت لأنها فيها غير خمسة الغرز لدينا جهتين متساويين بجوجة الساد الغرز في كل جانب سوف نبين هذه العوينة بالإبرة ونهزها بالجيبائنا ونأخذ هذه العوينة لنبعد الغرزة السادسة كذلك الجهة المقابلة ندخل الإبرة في العوينة بالجهة التحت ونربط كما ترونه بكل بساطة و بكل سهولة سوف ندخل الإبرة ونزيرها في المكان هنا سوف نأخذ العوينة التي تخرج بها في الخيط لكي نربط الحبة نأخذها بغرزة سوف نكمل باقي الغرز بربعة ونربط الحبة من الجهة التحت هذا الساطر يتعتبر كما نربط الخدمة كما ترونه سوف نزيرها سوف نصل إلى مكان دقة التوب نفس العبار ونفس القياس مع الذي سبقه هذا الساطر الذي سوف نخدمه دعبة ونفرقه بين الحبات كما ترونه خدمت دعبة نفس العدد يعني أربعة من الحبات ندخل دعبة باللون الثالث يعني المغاير نصل المكان الذي قدرت فيه دقة ودفنت فيه الخيط يعني ندير دقة رقيقة لكي ندفن الخيط ندخل به تسريفة فوق منه ونبدأ يعني الخدمة ديالي سوف ندير الساطر الذي سوف نفرق به الحبات وفي نصف الوقت ندخل باللون المغاير لكي يأتي الفرق بالألوان سوف يأتي متفون بالحبات كما ترونه سوف نخدم الغراز بربعة كاملة أخبر ذلك لكم كما ترونك أخبر ذلك الرؤية لا يزالك بالكلام واضحة في أي لون يبدأين في كل المغاير كما ترون لكي ندخل باللون باللون الاخير هذا نظر لكي نخدم الشريط يعني ديال الحبة ديالي بالنسبة لهذا الرندة إذا كان ترقيقها على شكل العقيدات نقول لها رندة الحبة أو رندة العقدة إذا كان تعريضها يعني كثير من الحجم ديال العقيدات كتولي الإسم ديالها الفراكة رندة الفراكة باش تفهموا يعني وما تقولوش يعني الإسم كي تبدل غير هكك يعني أي حاجة عندها المغزى ديالها تفتسمية ديالها ولهذا رندة الحبة إذا كانت ترقيقها كتسم رندة الحبة أو العقيدات إذا كانت عريضة على الحجم ديال العقيدات العادي كترجع الإسم ديالها الفراكة إذا كما تشوفوا ما درش الدقة ديال التوب التحت يعني طالع دابا كنخدم دك الشاريط ديال الغراز لتنكمل نفس العدد المطلوب اللي خدمت سابقا فكو الحبة كنتمنى الأخوات اللي باقيين كي يخدموا هاد الحبة بالطريقة القديمة يعني طريقة خاطئة كتجي ديفو في الخدمة وكتجي يعني مائلة وعوجة في الخدمة ديالها كنتمنى يشوفوا الفيديو ويستفدوا مع هالتقنية وهالطريقة الخاصة بالمعلم الزهير اللي بارتاجيت معاكم ويستفدوا التهمة منها ويخدموا بهالطريقة لتطلع لهم الخدمة يعني بشكل مستقيب وتأتي عندها يعني واحدة جمالية واحدة لإتقان في النطرة كما تشوفوا كنخدم وكنخلي دك العوينات ديال الجوانب يعني ديال الغراز ما كنضيقهمش لكي تأتي الخدمة مطلوقة ديالي يعني ديال الحبة من الجهتين هنا كما تشوفوا خدمت العدد ديال ستات الغراز في الجهة الفوق ودع بعض الهبط كان نخدم باش نخدم هنا الغراز الغراز يعني السادسة كما تشوفوا كان بيين هنا هذه العوينات وكذلك كان دخل الإبرا هنا في هذه الجوج عوينات يعني انقابلين بعضياتهم كان دخل الإبرا من الجهة التحت كما تشوف كان جمعوا الحبة ديالنا بكل بساطة بكل سهولة كان تبتوها هنا بالطقة ديال التوب كان نخدم الغرزة الأولى من ذلك العوينات اللي دخلت بيها بالإبرا يعني من الجهة التحت اللي في الأخير كانت تعتبر الغرزة الأولى هذه الغرزة الثانية وهذه الغرزة الثالثة وهي الغرزة الرابعة هنا كان تكون باينة كما تشوفوا الخيط تحت الجهة اليمين باش نوصل الدقاء ديال التوب يعني المكان ديالها كما تشوفوا بعد ما خدمت الألوان ثلاثة هذا الشكل النهائي للخدمة ديالنا شوفوا الحبة من الجانب كتجي مسدودة يعني من الجوانب ديالها بجوج كتجي واقفة بشكل مستقيم يعني في المكان ديالها بعد ما غادي تبريسها في الدقريساج يعني تلك الفراغات اللي كيبانوا ذاك الخطوط بيناتهم ما غا يبقاوش يعني غا تجي يعني متواتية مع بضياتها وشادة بلاستها وصلنا نهاية الفيديو كنتمنى الشرح والطريقة تكون فهمها وتكونوا استفتوا معنا بهذا العمل ما تنسوناش مدعواتكم ومتجعكم لنا ودعمكم لنا على الاستمرارية بدعم الفيديو بالمشاهدة وبالبرتاج وبجيم كذلك وتشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم باش تتهموا يستفدوا مع هاد الخدمة ولكم الأجر في ذلك وصلنا نهاية الفيديو إلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله مع المعلم زهير وأعمال مميزة كما عودناكم